أكدت الحكومة اعتزامها تركيزها على التنمية البشرية خلال السنوات الست المقبلة اعتبارا من العام المالي الجديد 2024-2025 أشرت الحكومة إلى تنفيذ خطتها من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم الاستثمالي سراتيجية بناء الإنسان المصري كما لفتت الحكومة إلى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل مقارنة ب396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي بالإضافة إلى رفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة ب591 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي فضلا عن زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه مقارنة ب99.6 مليار جنيه مقارنة بغفل